نهاردة الأخبار هنروح لجريدة اليوم السابع عشان نتعرف عليها ومراسلتنا العزيزة نورهان طمان هي هتعرفنا على آخر المستجدات ومعها منشطات مهمة يمكن لفت نظري نورهان طبعا في البداية صباح الخير لفت نظري المنشطة الأولاني اللي بيتكلم عن اجتماع بين تذكارتي واتحاد السلة لتنسيق عودة الجماهير وبتهالي ده شيء إيجابي جدا خيا نعرف تفاصيل أكتر تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة اليوم السابع نطلقكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وزي ما قلت يا نهواند أول خبر معانا عن حضور الجماهير اللي احنا طبعا وحشونا جدا في كل الملاعب والصلاة والخبر الأولاني معانا من موقع في الجول اجتماع بين تذكارتي واتحاد السلة لتنسيق عودة الجماهير عقدة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماع مع مسؤولي شركة تذكارتي بحضور محمد الحلو مدير التنفيذي للاتحاد لبحث عودة الجماهير مرة أخرى للصلاة كمان طبعا في الخبر قال أن الاتحاد المصري بيسعى بكل قوة للحصول على الموافقات الأمنية لعودة الجمهور مرة أخرى للصلاة ودي خطوة مهمة جدا الجمهور وحشونا جدا وحشنا صوت الجماهير في الصلاة وأكيد تفرق جدا مع شخصية اللعب المصري سواء في كل الألعاب سواء في كرة القدم أو الباسكت أو أي لعبة جماعية تاني خبر معنا من موقع اليوم السابع تشاومني ونيونيز يتصدرون أغلى الصفقات في الانتقالات الصيفية بأوروبا كمان خلينا نقول لكم أن اليوم السابع ذكر في تقريره أن الأندية الإنجليزية تصدرت قائمة الأكثر انفاقا في المركات الصيفي الحالي متفوقة على الأندية الأخرى في البيج فايف بإجمال صفقات في موسم الانتقالات الصيفية 122 صفقة تقريبا بقيمة 208 مليون و508 ألف يورو مليار و208 مليون و508 ألف يورو وجاء ترتيب طبعا الصفقات على رأسها السنائي أوريليان شموني اللي سدت ريال مادريد 80 مليون يورو لمناكه من أجل الحصول على خدماته بينما داروين نونيز سدت ليفربول بمفيكة 75 مليون يورو تالت خبر معنا من موقع كورة مدرب الاتحاد نعتزل الجمهور خزلناهم في الأمطار الأخيرة اعترف طبعا مدرب الاتحاد السعودي كوزمين كونترا بخزلان جمهور نادي الاتحاد السعودي في الرمق الأخير في مسابقة الدوري السعودي بعد طبعا ما تعادل سلبيا أمام الباطن وأهضر لقب الدوري طبعا لصالح منافسه نادي الهلال وقال كوزمين في حديثه للقنوات أن قل عقب المباراة أقدم اعتزاري للجمهور على خسارة لقب الدوري قد وقفوا معنا طوال الموسم وكانوا سندا لنا وعون كمان أبدأ مدير الفني الاتحاد السعودي حزنه على هبوط نادي الأهلي في طبعا لدوري درجة التانية وقال أنه بيتمنى بصورة جبيرة جدا عودتهم مرة أخرى للمنافسة ومن موقع الشرق الأوسط وده آخر خبر معنا اليوم نهاي كأس العرب لكرة الصلاة بين المغرب والعراق يلتقي من منتخب المغرب وشقيقه العراقي اليوم في نهاي كأس العرب للصلاة في النسخة السادسة للبطولة اللي بنظمها طبعا الاتحاد العربي بس تضيفها الاتحاد السعودي كان منتخب المغرب تصدر مجموعته الأولى بثلاث انتصارات متتالية بينما منتخب العراق تأهل وصيفا لمجموعته بعد ما فاز فيه مبارتين وتعادل في مباراة وحيدة أمام المنتخب المصري دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو طغطية رائعة كالعيدة منك نورهان مشكورت جدا عليها شكرا لك ترجمة نانسي قنقر